نوصل الآن مع تمرين على الإكليبروم أي الاتزان هنا في عملية تفريغ للسيارات من البوت إلى أسفل ثلاث ألاف خمسمائة نيوتن زي ما تشوف في حبال هنا وهنا أيضا عشان تتم عملية انزال السيارة إلى تحت يعني في عملية التنزيل بنثبت الحبل هذا عشان نوجه به التنزيل متاع السيارة بكل سهولة المطلوب هنا أنك تجيب الشد سواء كان في الحبل AB والشد في الحبل AC كحل هنا نخطر لتحزيل في ريس الهاتف من البوت ألعن من البوت في الحل الهاتف وباستثناء المرى سوف نضع تقريبات الهاتف من تفقد كلام الهاتف من المعبور المعبور من the forces جمعت ل الحيات المعبور يربح الأمراف ثلاث يقريبات المعبور relations to determine the unknown forces magnitude. يعني في الحالة الأولى رحنا نرسم free body diagram. بعدين رح نطبق conditions of equilibrium باستعمال البوليغون المغلق. وفي مرحلة الثالثة بنطبق trigonometric relations عشان نحدد قيمة الفورسز المجهولة. هات نبدأ بالconstruction of free body diagram. يعني هنا أنا رح يكون عندي وزن السيارة اللي هو ثلاثة ألاف وخمسمائة نيوتن. او رسمت هنا عن طريق هذه الفورس. بعدين عندي هنا شد تي اي سي. وفي شد ثاني هنا تي اي بي. او رسمت هنا الفري body diagram. now I will apply the conditions for equilibrium. هاي حالات التوازن هذي عبر تطبيق طريقة the closed polygon. يعني طبعا هنا احنا عندي ثلاث مكونة بس رح يكون closed triangle. رح اخذ الفورس 3500 واضحها هنا. بعدين الفورس تي اي سي ارسمها هنا. واغلق المثلث بالفورس تي اي بي زي ما تشوفو هنا. طبعا هنا الزوايا ثلاثين درجات. والزاوية ثلاثين معطيات في التمرين. فطبعا لو انا عندي هنا زاوية بتساوي ثلاثين درجة. لو اضفتها الى تسعين درجة هنا رح تحصل على مية وعشرين. وهذه الزاوية ثلاثين درجة معطى. فلو طرحت من مية وثمانين اثنين درجة وكمان طرحت منها المية وعشرين درجة رح تحصل على الزاوية الثالثة المجهولة اللي هي ثمانية وخمسين درجة اللي هي الزاوية هذي. Now we will try to solve the unknown forces magnitude. ايش رح نسوي رح نكتب قانون الصين بالنسبة للثري forces. زي ما تعرفوا في قانون الصين دايما بنكتب الفورس مثلا تي اي بي هنا divided by the sine of the opposite angle. يعني ساين الزاوية المقابلة للفورس تي اي بي. هنا بتساوي تي اي سي على ساين اثنين درجة. بتساوي تي اي سي على ساين الزاوية المقابلة اللي هي اثنين درجة. وبتساوي ايضا ثلاثة الاف وخمسمية اللي هي الفورس العمودية على ساين الزاوية المقابلة اللي هي ثمانية وخمسين درجة هنا. لو حليت المعادلة التالية رح اجد تي اي بي بتساوي ثلاثة الاف وخمسمية واربعة وسبعين نيوتن. وتي اي سي بتساوي مية واربعة واربعين نيوتن. طبعا هناك حل ثاني بنسميها الالترنتيف سولوشن. نقدر نحل نفس المسألة عبر تطبيق الكنديشنس اوف اكيليبروم باستعمال الالجيبريك سولوشن. رح نكتب فيها انه مجموع الفورس بتساوي سفر. اكتب المكونات باتجاه الاكس لحالها بتساوي سفر. والمكونات الاف واي لحالها ايضا بتساوي سفر. هنا لازم نعمل اسقاطات بالنسبة للفورس تي اي سي. والتي اي سي هذه رح تكون كنتيجة تي اي سي كوسين ثلاثين درجة. واكتبها هنا باتجاه الاكس. واعمل ايضا اسقاط لتي اي بي باتجاه على محور الاكس. اتحصل على تي اي بي ساين اثنين درجة. وما ننسى الاشارة السالبة لانها عكس المحور اكس. اكتب كل المكونات باتجاه الاكس. فاتحصل على النتيجة التالية. او المعادلة التالية. اسوي نفس الشيء بالنسبة الاف واي. ايضا المحور تي اي سي هذا ما عنده مكون باتجاه الواي. رح يكون سالب تي اي سي ساين ثلاثين درجة. سالب لانها عكس المحور واي. اهو كتبتها هنا. عندي ايضا سالب ثلاث الاف وخمسمين لانها عكس الواي. نزلة تحت. وبعدين اكتب مكون الشد تي اي بي باتجاه الواي. وهو تي اي بي. كوساين اثنين درجة. وبالتالي اتحصل على المعادلة الثانية. تصبح عندي معادلتين معادلة اولى ومعادلة ثانية. اعمل كمباين بينهم. واجيب تي اي بي والتي اي سي. فاتحصل على نفس النتيجة اللي انا جبتها بطريقة تي اي بي هنا بتساوي 3574 نيوتن. وتي اي سي بتساوي 144 نيوتن. نفس النتيجة بالضبط اللي وجدناها بالطريقة الاولى.